هذه أبرز العناوين تشافي يكشف كذب إسبانيا عن لامين يامال ويؤكد أنه قد يختار المغرب لا يصدق لامين يامال يفاجئ المغرب بخطوة كبيرة عن المنتخب المغربي تحركات جديدة لالتحاق سير بالدور الإنجليزي في الميركاتو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشافي يكشف كذب إسبانيا عن لامين يامال ويؤكد أنه قد يختار المغرب أشهد المدير الفني لنادي برشالون الإسباني تشافي هيرنانديز بمؤهلة الموهبة المغربية لامين يامال بعد أدائها الرائعة الذي قدمه أمام فياريال وأشار إلى أنه يرغب في مشاهدته وهو يحمل ألوان منتخب إسبانيا لكنه لم يحدد بعد المنتخب الذي سيمثلها إن كان المغرب أو لاروخا وأضفت شافي أود أن يختار اللعب لصالح إسبانيا لأنه سيقدم إضافة كبيرة للمنتخب لكن هذا القرار يعود له ولا أعرف ماذا سيفعل أتمنى فقط أن يبقى في برشالون لعدة سنوات وبعد هذا التصريح يكون تشافي قد كذب الإعلام الإسباني الذي مارس ضغطا كبيرا على لامين يامال هذا الأسبوع حيث أكدت الصعف على أنه اختار تمتيل منتخب إسبانيا وبخصوص ما يقدمه مع الفريق قالت تشافي إنه يلعب أساسيا لأننا نراه قادرا على إحداث الفريق إنه يفعل الأمور بشكل صحيح في اتخاذ القرار على أرضية الملعب ويعرف كيف يتحرك ووقت المناسب للتمرير إنه يفاجئني حيث رغم بلوغه الستة عشر سنة يتخذ دائما القرار الصحيح كأنه في الثلاثين من عمره ويعتبر اتخاذ القرار هو أصعب شيء في كرة القدم لا يصدق لامين يامل يفاجئ المغرب بخطوة كبيرة عن المنتخب المغربي زاد نجم بارشالون الإسباني لامين يامل منتفأ للمغرب بشأن إمكانية اختياره اللاعب للمنتخب الوطني على حساب إسبانيا في ضل المنافسة القائمة عليها وانتبه المغرب لتصرف يامل المبشر بإمكانية تفضيل الأسود على منتخب البلد الجار وذلك عبر وضعه لعالمي المغرب وغيني الاستوائية وهما أصوله من والديها دون أن يتم تضمين عالم منتخب إسبانيا أو اعتبارها ويأتي فعل لامين يامل لتعزز مواقفه المبرزة لتعلقه الكبير بالمغرب والذي يعزز إمكانية اختياره تمثيل الأسود رغم الضغط الإعلامي الكبير على صاحب الستة عشر سنة وأسرته لتفضيل إسبانيا ويقدم يامل أقوى العروض مع برشالون سالبا اهتمام المتابعين ومثيرا إعجابهم بتألقه وتقديمه لإضافة نوعية للفريق على المستوى الهجومي وهو ما أبرزه المدرب تشافي هرنندز تحركات جديدة لالتحاق ساري بالدور الإنجليز في الميركاتو أصبحت دولي المغربي يوصف أن ساري مهاجم فارق إشبيلي الإسباني لكرة القدم قريبا من خوض تجربة جديدة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجرياء وكشفت تقارير صافي إنجليزي أن إدارة النادي ويستهام يونايتد تواصل متابعتها للمهاجم المغربي مؤكدة أن المحادثات مستمرة مع واكل لاحب ووضحت المصادر نفسها أن الفريق الإنجليزي سيسرع الزمن لإنهاء الصفقة قبل نهاية الميركات الصيفية تجدر الإشارة إلى أن فريق ويستهام يونايتد كان يرغب في التعاقد مع ساري في وقت سابق حيث قدم عرض لإشبيليا قو بيلا بير رافض غياب حكيم زياش عن غالة صراي في مباراة الإياب أعلن أوكام بوروك مدرب فريق غالة صراي التركي عن غياب النجم المغربي حكيم زياش في المباراة ضد فريق مولد النرويجي وذلك ضمن مباراة الإياب في الملحق المؤهل إلى دور أبطال أوروبا خلال المؤتمر الصعفي الذي أقيم قبل المباراة وأشار بوروك لأن فريقه يمتلك لعبين مهمين مثل والفريد زهى وحكيم زياش ولكنه أكد أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على هؤلاء اللاعبين في هذه المباراة من جانبه انضم حكيم زياش إلى الصفوف غالة صراي منذ حوالي أسبوعين وما يزال يعمل على استعادة لياقته البدنية بعد انقطعه عن التدريبات لفترة وهذا يأتي في إطار تهيئته للمشاركة بشكل فعال مع فريقه الجديد في الفترة المقبلة ويجدر بالذكر أن قلة صراي تمكن من تحقيق فوز هامين في مباراة الذهب أمام مولده بنتيجة 3-2 وبالتالي يكفي الفريق التعادل في هذه المباراة لضمان تأهله إلى دور عبط الأوروبا للموسم القادم قضية الشحات ومحمد الشيبي تطور جديد اندلعت أزمة جديدة بين لاعبي كرة القدم حسين الشحات من نادي الأهل ومحمد الشيبي من نادي بيراميدز بعدما وصلت قضية الشحات إلى نيابة العامة وفي تطور غير متوقع تم استدعاء خبير في مجال الصوتية والمرئية للتحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد الشيبي بخصوص اعتداء حسين الشحات عليها الهادة وقعت بعد نهاية مباراة الأهل وبيراميدز في الدورية حيث تعد حسين الشحات على محمد الشيبي بعد نهاية المباراة بفوز فريق الشيبي بالثلاثة للسفر وحرص حسين الشحات على التصالح مع اللاعب المغربي بعد المشادات التي وقعت بينهما وذلك بحضور هاني السعيدة المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعدد من لاعبي الفريقين وفرض نادي الأهل عقوبة مالية بقيمة 500 ألف جنيه على حسين الشحات نتيجة لشباكه مع الشيبي وستتم خصم هذه العقوبة من مستحقاتها الريان يعلن تفاصيل إصابة السوفيان بوفال ضربة قوية للمنتخب المغربي تعرض نجم المغربي لنادي رايان القطر السوفيان بوفال لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام النادي قطر ضمن منافسة بطولة دور نجوم قطر لكرة القدم ما أجبره على مغادرة الملعب وعدم إكمال المواجهة ونشر نادي الريان تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر أكد خلالها أن بوفال سيغيب لفترة طويلة عن الملعب ستصل إلى ثلاث أشهر وهو ما يعني غيابه عن جانب مهم من تحضيرات منتخب المغرب لبطولة أفريقية للأمم التي ستكون في الساحل العاج بداية من العام المقبل وكتب الفريق القطري في بيانها تعرض سوفيان بوفال إصابة خلال مباراة الريان ونادي قطر أثبت التشخيص الأولية تعرضه لقطع كامل على مستوى الوتر للعضلة الخلفية اليمنى وأضف بيان الريان سيخضع سوفيان لعدة فعوصات إضافية لتحديد خطة العلاج بمتابعة من الجهاز الطبي للنادي ومن المتواقى غيابه لمدة انتصل إلى ثلاث أشهر ولم ينسى بيان الريان الكشف عن تطورات الحالة الصحية للوافد الجديد على الفريق الإسباني رودريغو والذي تعرض بدوره لإصابة في عضلة الخلفية ومن المتوقع أن يغيب لفترة تمتد من أربع إلى ست أسابيع وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق الذي فقد في ضرف وجيز اثنين من أبرز لاعبيها مع بداية الموسم الجديد هذه أبرز العناوين تشافي يكشف كذب إسبانيا على مينيامل ويؤكد أنه قد يختار المغرب لا يصدق لامينيامل يفاجئ المغرب بخطوة كبيرة عن المنتخب المغربي تحركات جديدة لالتحاق سير بالدور الإنجليزي في الميركاتو